قال عضو لجنة الإحلال وأزمة التوظيف النائب صالح عاشور أن اللجنة اجتمعت مع ديوان الخدمة وإلى الآن تنتظر جهات تزويد اللجنة بالمعلومات ما يعني انعداما في التنسيق بين الجهات الحكومية وأوضح عاشور أن اللجنة خلصت إلى إلغاء توصية استثناءات التوظيف في المباشر من قبل الجهات المستقلة فأي توظيف يجب أن يكون عن طريق الديوان وسنضمن هذه التوصية في تقريرنا الذي سيرفع لمجلس الأمة شكرا